إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد عباد الله فاعلموا أنكم محاسبون وعن أعمالكم مجزيون وبين يدي الله واخفون في يوم لا ينفع فيه مالًا ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم عباد الله اعلموا أن الصلاة هي عماد الدين وهي أزكى الأعمال عند الله سبحانه وتعالى وخيرها قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة وهي الفارقة بين الإسلام وبين الكفر وعليها صلاح الأعمال وفسادها يوم القيامة فعلى المسلم أن يعتني بهذه الصلاة عنايةً عظيمة لما فيها من الأجر العظيم والثواب الجزيل والمترتب عليها من صلاح وفساد الأعمال يوم العرض على رب العالمين ولما كانت الصلاة بهذه الحيذية العظيمة والمكانة الكبيرة عند الله سبحانه وتعالى كانت العناية بمكان أدائها وإقامتها عظيماً عند الله سبحانه وتعالى فلذلك ترتب الأجر العظيم على عمارة بيوت الله عمارتها بحضورها وداء الصلاة بيها وعمارتها ببنائها قال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدًا بنى الله له بيتًا في الجنة وكانت العناية يا عباد الله بهذه البيوت بيوت الله سبحانه وتعالى عنايةً بالحضور لها وبتشهيدها وبتنظيفها والقيام بها جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فقد امرأةً كانت تقم المسجد وفي رواية كانت امرأةً سوداء فقيل له إنها قد ماتت وكأن النبي صلى الله عليه وسلم عتب عليهم وأمرهم بأن يدلوه على قبرها ليصلي عليها إظهارًا لفضلها ولشرف عملها ولذلك يا عباد الله يجب على المسلمين أن يعتنوا ببيوت الله سبحانه وتعالى عنايةً بتنظيفها وتشهيدها ولذلك كان من أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى تنظيف المساجد جاء في الحديث وإن كان فيه ضع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتي حتى رأيت الغذاة تخرج من المسجد وجاء في الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتي حَسَنُّها وَسَيِّئُهَا فرأيتُ في محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق ورأيتُ في مساوي أعمالها أنُ خاعةُ في المسجد لا تُدفن فدلَّ هذا يا عباد الله على أن الوسق في المسجد مع عدم إبعاده خطيئة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المُصاقُ في المسجد خطيئة وكفارته دفنها عباد الله إن عناية الإسلام بالمساجد عنايةٌ عظيمة عنايةٌ كما ذكرنا في تشييدها وتنظيفها بل وعنايةٌ في من أتى إلى هذه الصلاة عنايةٌ في ملبسه وعنايةٌ في نظافته قال الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تُسرفوا إنه لا يُحِبُّ المُسرفين نعم يا عباد الله إن الإسلام كما أنه عني بالمسجد تشييداً وتنظيفاً فقد عني بمن يحضر إلى هذا المسجد جمالاً ونظافة ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من جاء إلى المسجد وقد أكل بصلاً أو كراثاً أو أوثوماً أن يخرج من المسجد بل أمر بأن يُخرج إلى البقيع نكايةً به ولذلك يا عباد الله على المسلم أن يعتني بهذا الأمر العظيم ولا يجعل من أدائه للصلاة أمراً عادياً يأتي بما شاء من الملابس بما يستعي أن يذهب بها إلى المناسبات أو إلى من يُستحيى منه فليكن الله سبحانه وتعالى أولى بوقارك وأولى بلباسك فإنك تقف في الصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى واعلموا يا عباد الله أن من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن شرع لنا هذا اللباس بل شرع تجمُّل في اللباس قال سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم يعني يغطي عوراتكم وريشاً أي جمالاً زائداً عن ستر العورة والتجمُّل في اللباس يا عباد الله مما يحبُّه الله سبحانه وتعالى جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقام رجل فقال يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنًا وثوبه حسنًا أي هل يكون من الكبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال وعن مالك النظل رضي الله عنه وأرضاه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرآني في ثوب أعرابي أو قشف الهيئة أو في ثوب دون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من مال؟ قال نعم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أي المال؟ فقال له مالك من كل أتاني من الإبل والنعيم والرقيق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين أما بعد عباد الله فقد سمعنا قول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشرفوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقد علمنا يا عباد الله أنه يجب على المسلم أن يعتني بحضوره إلى المسجد بستر عورته أولا لأن قوله سبحانه وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد فُسِّرت عند علماء التفسير بستر العورة واستنبط منها بعضها العلم أن هذا يدخل فيه بقية التجمُّل للصلاة لا سيما في صلاة الجمعة التي تأكدت فيها الأحاديث بالأمر بالغُسل والتطيُّب والتسوك وكل ذلك من أجل استحضار الوقوف بين يدي الله عز وجل في هذه الصلاة فالله عز وجل يأمر بني آدم بأن يأخذوا زينتهم في ملبسهم ومظهرهم عندما يقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى ومن المسائل يا عباد الله التي يجب التنبيه عليها في هذا الموضوع بالذات مما انتشر بين الناس في صلاتهم أنهم يلبسون القصير من السواوين فيأتون إلى المسجد بها فإذا أنزل سرواله إلى أسفل العورة بدأ أعلاها وإذا رفعه إلى أعلاها بدأ أسفلها وهذا يا عباد الله لا شك أنه مبطل للصلاة فالسطر العورة في الصلاة من شروطها فإذا انكشفت العورة بطلة الصلاة ولذلك كثير من الناس لا يعتني بهذا الأمر فعوف عورة المرء في الصلاة من سرته إلى ركبته فيبدو خلف ظاهره في الصلاة بما دون السرة فتضطل صلاته وهو لا يشعر فعلى المسلم إذا حضر إلى الصلاة فضلا أنه يجب عليه أن يتزين فعليه أن يأتي بما يستر العورة سترا كاملا لا يحتاج فيه إلى هذه الأمور بأن يرفع أو ينزل من أجل أن يستر العورة فوقوفك بين يدي الله عز وجل لا بد أن يكون وقوف وقار ووقوف تعظيم لله سبحانه وتعالى ومن المسائل يا عباد الله المتعلقة بهذا الشأن أن بعض الناس يأتي إلى الصلاة وفيه رائحة كريهة ليس رائحة ثوم أو كرات أو بصل بل برائحة العرب فيأتي من الملعب مثلا أو يأتي من الشغل مثلا وفيه رائحة كريهة والحكم يا عباد الله في هذه المسألة كالحكم في أكل الكرات والبصل والثوم وعلى المسلم أن يعظم هذه الصلاة أن يعظمها تعظيما يليق بها فلا يتأخر عنها حتى وإن كان يلعب لا بد أن يخرج مبكرا حتى يغتسل ويتزين ويتجمل لهذه الصلاة ولا يتعلل في عدم حضوره إليها بما فيه من رائحة كريهة نتنى بل إن هذه الرائحة هو الذي أتى بأسبابها فعليه أن يبادر إلى إزالتها وأن يخرج من ملعبه أو من عمله مبكرا حتى يؤدي هذه الصلاة ومن هذه المسائل يا عباد الله العمال الذين يأتون إلى المسجد وعليهم رائحة كريهة يقال لهم نفس ما قيل في هذه المسألة بأنه لا يجوز لهم أن يحظوا إلى المساجد وفيهم هذه الرائحة الكريهة لأن حكمها حكم أكل الثوم والبصل والفرات فماذا يفعلون في مثل هذه الحالة الذي جاء في الأثر أن عليهم أن يجعلوا لهم لباسين أن استطاعوا ذلك فإنهم إن قدروا على ذلك وجب عليهم أن يعدوا لهم لباسين لباساً للعمل ولباساً يتنظفون به ويأتون به إلى هذه الصلاة وعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شط الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذَّ شذَّ في النار اللهم أعز إسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين اللهم وآمنا في دورنا واصح أئمتنا وأولاة أمورنا اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم واصح له البطانة اللهم واجعلها معينةً له على طاعتك يا رب العالمين اللهم واصح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم ولي عليهم خيارهم واكفهم شر شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير